ايه ده؟ دي لحم اتنين كيلو لحم حتغدى بيهم تتغدى باتنين كيلو لحمة؟ ايه بطني وانا حر فيه؟ انا حنرقي المثل اقرع ونزهي اقرع ونزهي؟ يا ستة اقرع اقرع بس عيش اقرع اقرع بسك لكن جوازك من بنتي لا ليه يا ستة معالية؟ هو انا مش محوش معاتل ينيلك هم ستمية وخمسة برطوس هتتجوز بيهم؟ لا ستمية وخمسة بنيه؟ ستمية وخمسة جنيه تتجوز بيهم؟ يا ستة امو عالية العروسة موجودة واني موجود والفلوس مبتسيقش حاجي البطاقةت بكام tiers والتلاجة بكام انت لا تطلح للجواز متلكن متلكن؟ متلكن ليه بق؟ ناقص ايد ولا ناقص ريب ولا ناقص منخار لا ناقص فلوس ما كون الناس ما معهاش فلوس عشان كده ما بيتجوزوش يا سيدة امو ما تكلمي علي وحتتكلم تقول ايه علي يا ماما بتفعلهم مش كده واحد بعله تلات سنين بيحوطي في ستمية وخمسة برطول بس ستمية وخمسة بمية يا ماما عذوري هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي حاعمل ايه؟ معه كمان لازم يحذرني يا ميكي يعني افرد ان دي اختك تلتط باهدلها مع واحد زيك واحد زيك؟ ما له لزيه يعني يا ستة انا لحباهدلها ولا حاجة انا هحطها فنين عيني من جوه من جوه؟ يا ابن احنا مش عايزين عينيك عايزين جابك الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس ما هك فلوس؟ لا معي برطيش خلاص تبقى برطوشة ما تسواش ما تزعلش مني هلا هو انت ترزعين الكلمة وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل جبلتك ايه؟ جبلت ايه؟ يا ستة ما تعمليش حاجة حقك علي يا رمضان احنا بس يا رمضان يا اخدق عودي نحا وانا بتعملي ايه؟ يا ماما حرم عليك كده حرم علي يا اخدوك اتك نفوخة ما تشار عليك يا بيت اتا مش حفاعل دا حيلضى العايش كده على الحميد النجيل ايه؟ اله ربنا يخرب بيتك يا معلي لا تمر فيها الرز ولا تمرت فيها السمنة ولا تمر فيها المية اللي هادي بحيلة يا ابني ايه با؟ بقى كل شيء يتصلح ولا بتصلح ولا بتتنيل دي وليها طماعة ايه والله يا طماعة بس تشوها الشربة وعظمتين للكلب انما ايه؟ جاك الكلب لما يبقين هاش مصارين اللي جابوك يا معلي اله يا رب تطفح الرز اله يا رب السمنة تبقى تنزلت الشعوة مصراج الغليص انت والجزار اللي عايزنا اكل الكلب برياء امالي الموظف اللي ازاها حالاتي ياكل بكاء ما حالات ان انت يا كنت تكملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن وهم يعني السباكين ولا الميكانيكية ولا الرأسين معاهم حقوق طب انت ما انت عربجة هو وشيف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه ازا 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 مردت تعالى يقول معايا انت ذا مردت سمح او اهل كنت احكمله ده انا عدت من سنة اولاد سنة التانية في ست سنين كنت حالقها من ان ولا من ايه حالقها من الخزنة ولا من قانون العقوبات ولا من من الجنايات ولا من التوابير الجامعية ولا من مجاب المية ولا مجاب العيش ولا من قلية قدم المدير العام طب دلوقتي انه تعمل ايه مع حماتك ضروري حل يا حل ضروري ما تجي مبادل انت تاخد العظم وناخد الفراغ ما انت كنت فراخكة انت انت مستاني ايه؟ ما تجي مبادل دلوق انت بس دلوق انت العظم دلوق انت العظم دي هتلاقيها هاي ايوه الله الحمد الله على السلام يا السلام الله سيّر! الحمد لله! السلامة يا سلامة بقى! مالك قد يسأل بغلي كده! ايه اللي بيحصل فيه! اه اه! فيه اه! انتوا علابتوا اضرلوا قبلة للجوانيس! ايوي! اصلا بقى العمدة! ما خلي كل حتة في الضر دلوقتي تجيب فلوس! هو ما في السنة جرسلت الفلوس! نهايته خلي العمدة فيه! موجود جوبه! اتفضل يا سلامة بقى! يلا! اتفضل! اه! قلتوا اه! سلام عليكم! يا بس عشان انت جاي من صافة ازاي مصر ولي فيه مصر كويس ولي فيها كويسين اه ازاك انت يا خال هي الدنيا ساعة باينة يا ابني ما ترسلك على بارة ساعة ولا سوخنة اي حاجة يا خال حاجة ساعة حاجة سخنة اي حاجة تشتربه خلاص اما تقول كده من الاول ادي نقول شايا لجاع علي النعم ما في شيء ولا نيلا جاي زاكي خال اهلا وسهلا اهلا بيه نستاذي نحن احنا بيا يا حضرة الحمدة وصيبت مع الاستاذ لابا داه ما بيدلو يا غدح البلوس قبل ما تجوه اهم تمن تلاف جنيه جيبناهم من التجر اللي قلت عليه يا عمدة عديدهم بايدي تحب عديدهم لك تاني تمن قساتك كل قستك في الف جنيه درايا يا هنده انت ما بتفهمش يا ولا خل الحمدة عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش ست الفلوس قدار انت عمر سلام عليكم مع السلام السلامات يا رمضان اهلا يا خالي عارف يا خالي الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتانة ويفرد يا عم ما انت هتقول غدا اللجوه غدا اللجوه بقى بني خير يا رمضان خير ان شاء الله يا خال خير انا كنت جايلك في مشورة السريع كده كنت قصدك في هرشيه كنت عايز روزمة يعني منين يا ابن من هيني ثم انا شايف وسامع دلوقت ان ربنا فتح عليه ايش بقر واش معيز واش خلفن واش جواميس ومتنزاش كمان انه ارضم كانت جواميس عليه عملت له خير قد كين كلام ايه اللي بتقوله ديه بلاش الغادي علي جوه اللي يعني كان حيجي انا ما حبش الكلام اليه ارضمك انت كلت بقى من زمان كلت بقى ايه حدقوا بتاو حتحاسبني على حدقوا البتاو اللي كلتو بلاش يسير حكاية الارض خليه علشان خطر رابطة الارحم اللي بني وانت صغير عشان تشحل شاح تطاول حروض مستوظم في الحكومة وجيبتش حاج ثم اجيب لك مناق اعني محلتش حاج ما هم لسه مدينا التمرزهم عليها يبقى قد كده هم دفنوش ناس قوم يا رمضان قوم يا اخوات حعروا بيت مصر عبل ما تفوتك بالسلامة يا اخوي واسلم لها الناس اللي في مصر اللي هي ربنا يجيب لك شطة في الجواميس بتاعتك اللي هي رب اللي هيكل لحمة من بتاعتك يجيلوا ده الصعار ويمشي هو في السك وانت اوله عمال بيغميز لك عشان ما عارش احكابت الفلوس خوفت انت خوفت لأضرابك ايه رامو عليك اهل انا مش بيش اضراب عليك مش بيش يخونت كويس انا جبت الشنطة بسمي ايه زفر هتعمل بداية وانت ابنك دلوقتي تعرف كل حاجة شاحتوت ايه يا معلم عارف هتعمل ايه شنطة زيها بالزبط ميفرقوش عن بعض خود ميلي اه الوصاخ الي فيها الخياطة الي فيها صورة مني هتبك الأصل ماشا امعلم نضرب بشبيش نضرب بشبيش يضرب بكرا نضرب دربتناك كبيرة اوي موسيقى ايه صلاحان ليه يا سلمدان بتفكر في ايه انا جايزتي يا اخي اوه كل واحد بتفكر في خيبته يبقى بتفكر في الفلوس فلوس ايه اجريجي الجادة خبن تفهم حاجة اجريجي يجب انا مقولتش غلط بقى ما هو مدام النهاردة 27 منو يبقى كلو بيفكر في الفلوس بلاش كده يا سلمدان هقولي الحاجة بقى اهام طبقى عرف موظفين بيعدوا اخر شهر بالساعة وما مليون عشان كده مش فضيني اشتغلوا مهم هما هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا يصلب يبقى حلوة ايه ده اللى يحلوة النقطة النقطة ان ما انت فيؤواى يا باشبيش ايه رشوية كده س الامدان ايه كتب ده قانون الاجبات انت احتركوا يلحكو تاني موسيقى رمضان عليك ازاي داني كنت بالوقف وحشني قوي رمضان الله يوينك وحشنتك بتحملي ايه تعالي قدي روح اله ربنا سد ابواب الجنة في وشك والنار كمان عشان تحتاسي في الاخرى ما تقش حدة التوكل ملهم ستمية وخمسة برطوم ايه رجعت الشنطة مكانة كله تمام وفهم هتعمل ايه ها وفهم كل الحاجة اقولك ايه المهم بقى انك انت ما تركبش معا هتعمل المستحيل عشان تزوج ملهم هزوج منه ليه لا ما فيهاش ليه هو لازم كده واقوم انت بقى على المصلحة وتشوف شغلك عادي لحد اما نتقابل عشان يلبسها اقول لي ها اقول لي ما تقول انت يا غرع اقول لي يعني لوحده الله والفلوس حتقضوها فيه احنا هننام عليها لحد الموضوع مياه ده خالص وانا اشتمن اللي انتو مش هتتحقوا علي يا جدا عيب ربنا دي منعروف احنا مخونش بعضا شو معنا هنروح منك فيه وبعدين ما انت ممكن تبلغ علنا وتكشفنا اروح كلنا بحديد عليك نور ربنا ما يجيب حديد يا اخي جايس التاكش اشحادة كله تمام خلاصوا ما انت قابل بكرة الصبح انا وانت قدام البنك ماشي يا عمنا يا حبيب شيء لمشبيش السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله موسيقى 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 بقولي يا استاذ رمضان عايت قولي يا باشبيش انا كنت عايز اقولك حاجة طب مالي كمان كنت عايز اقولك حاجة ما تقول لا قولي انت الاول انا بقولي يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك لا ايه اصتا عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شكل يعني بتقرف انك انت ابن حلال ليه لانني كمان كنت عايز اقولك اسبقني علشان التاكسيات مكتوقفش الا للزبون المفرد فانت لما حتمش حالقة بدل التاكسي اتنين ايه ايه بس انا خايف يا انت استتل الشنطة شنطة ايه اللي هستتقل ما انا متعود عليه كده طب بس اكتز انا بقى يلا طبانك دي عهده يلا بالسلامة ربنا يوفقك يا بشبيشي يلا يا اخوي ع السلام السلام يا بشبيشي ع السلام يا اخوي السلام يا بشبيشي الله 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 حاك عليك! حاك عليك! يا بروة! تاكس! تاكسي! صادي! على فين؟ حدك اللي انت عايز! على فين يعني؟ البغالة باب الشحدي! اخد خمسة جنيه! انا موقف! اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى كنت مش شاك مني ملي معكم! الله، لا دا ما نمدهاش بقى! انا هوقف يب وستين بقى! اهب دا يا امين يا فندي! لها ماهذا! حط السكرة! الله هيصككم عن مقضانك يا سعب عزيز! خب اهم حقك علي انا اتفضل افتح الخزنه وقبطنا! قبطكم! حيحي! شوفهم أنا مفيش أنا باح نعم أنا باح باحهم بصراح يا أخواني عشان مش راح تبكوش معاي أنا اختلست الفلوس هزار ايه بقول لكم من فم الماليان أنا اختلست الفلوس تمعت فيه غريبة دي يا رمضان افن بقطع الهزار وقباطنا احنا ورانا انتزامات الله يخليه يا ابن من خدنا فاضي قضامكم ايه ايه فاضي في 35 ايه تاخدوهم دلوقتي تفكر نفسكم بيهم ما بقول لي انك ما جابشش فلوس من البنك بمسألك كسل بقى احفظ نسانك يا خير انا بقى لي 15 سنة باشتغل عمري كسلت والعمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق امال فالفلوس منك قال لا ما تقول لها يا اخينا اختلستهن والله العظيم تلاتة بالله العظيم اختلستهن عشان تبقى ملحوه على المروح او يا اختي لا هذا انت مؤكد حصل لموخك اجب عيب يا اخينا انا عال من لكم كلكم وفي واحد عائل في الدنيا يقول الكلام ده والله ده اللي حصل بقى لا مش هينفع الكلام ده اي وعا تتهور اي وعا تتهور مع عصدك يا اخينا اي وعا تتهور لي يحبسوك دعك بقى لي مواصف عام خد انت الخمسة وتريدين ارش دول ليه كلهم خد هم ايه خدهم يا لعا خمسة وتريدين ارش ايه يا اخوان احنا لابن نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشاه صرفها في الجابعة ده يا ضمي اينك يا ضمي يا ضمي بالله يحب ايه يحب انت ايه محصل دا سي لمضه هيا صورة! أنا عد أقولكم إيش ربنا قلت لك يا أخوة التسامة! إيه نعمل إيشهاك! الله! إيه الحكاية؟ الله هو سرق فعلا! أمي اللي إحنا خدناها دي إيه؟ صبونا؟ ولا يكونش الجنن عشان اكتشف السرقة؟ والله ما أنا عارف إن كده أنا اللي هتجنن أنا مش عارف إيه الحكاية بالضبط تلعبوا عليهم! خير! خير يا أفندي! إيه الحكاية اللي بيحصل ده؟ ألا بتهريك أهل سامح الله! إزاي ما تقبطش الموظفين دلغاية دلوقتي؟ ثم إيش نعمل فارغ اللي انت بتقوله ده؟ أنا قلت لهم على الحال إيه؟ بلغت البوليس؟ بوليس؟ بوليس إيه أفندي؟ ألا هم مش قدوا لك اللي أنا اختلاست؟ يعني الكلام ده مزبوط! إيه مزبوط؟ أنت عبيت ولا بتستعبت؟ ولا عبيت ولا بستعبت؟ أنت ما أتجننت؟ ولا تجننت ولا حال؟ حفوضك المدير العاد؟ وأني رمضان؟ وديه تلفور؟ ودولي الموظفين؟ وبقى نصك التالي اللي خلص بتاعك اللي اسمه عديس؟ سم واحد اختلف! فيه إيه دي؟ واحد شايد دقنه! التنز على اللي إيه؟ هو اللي يختلص؟ يقول لنا اختلصت؟ ألا! وقبلنا أنا راجل ما حيبش اللق ولا الدورات! أبقى خلطان! يا رمضان! يا رمضان أنا كراجل مسؤول ما أقدمش أسمح بمهزلة زي دي؟ أنا مضطر أبلغ البوليس! ما قلنا كده بالصح ما سمعتوش كلامي! تحر! تضلع على مكاتبك! أما أنت بقى فأنا مضطر أتخفز عليك! في مكان قليل! أطلوب لي اسمه عاصم الميز! هيا يا رمضان! انت ناوي تتعبني يا ابني؟ يا بقيتو اللي عايزين تتعبوا نفسوكو! واحده بقول لكم أنا اختلاص! وبعدين؟ ولا بليه؟ سيادة بتعمل اللازم وتخلصني! وإيه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادة كتبت فيه إن المسكور اختلاص مبلغ 400 ألف إنيه و 94 قرش و نص! واعترف المسكور باختلاسه المبلغ! وسيادة بتحاول المبلغ السيد ووكيل النياب! الذي يأمر بالقبض علي وحبس حبس المطلق! أنا على زمة التحقيق! بس! في حاجة دي! أخو أنا عارف سيادة شغليةك لما أغزي! أتمنى تتفرجش حق! كده ولا ايه؟ ما تقول! تزمك ايه؟ ده الاختلاصات يعني شغالة ولعب! ده انت مصيبة! انت مين يلاقحك علينا؟ قال لك! هو أنا عشان جيت لكم ده أغري! أبقى بأتلقى عليكم! حاجة يا أخي! ده ملك مكشور كتبت كده! أدخل! أهل! سيادة وكيل الوزارة! خليه تفضل! 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 سلام عليكم! سلام عليكم! تفضل! تفضل تفضل! الوزارة! تفضل! خير! تفضل! تم ايه؟ مصامَة مفادة على اخواره! بيقول انه هو دي اختلاص المبلغ! ليه يا رمالي؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمالي يا ابني! ده إيه الامل اللي واحد فيها دي! أخيرا بكلم وكيل الوزارة! وبيبتسهب لبتسامة ذات مغزى! شوف! هادي اها المد ان تكون مختلص! انك تكلم وكيل الوزارة شخصيا! ليه يا ابني كل ده بس انت زعلان مني ولا ايه وكمان بنتعاتب عتاب الأصدقاء شوف الحلاوة يا رجل ده نحفيت عشان قابلك دول قالوا لانت تجننت سرب بنكله يا ابن البيه واكيل الوزارة ده اعتبر تخاطر الرأساء وتروح في سين وجيه خير كنت عاوز مني حاجة كنت عايز اشكلك وبيعتي كنت عايز اقول لك تقولي الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقة ولو قد وصلت ني لتجوز فيه يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس يتبع عليك ما يا ابني الكمبيوتر دي بيشتغل عندك ويا ابني انتوا اللي بتدونوا المعلومات ويا ابني انتوا اللي بتأكلوه الكوس بدليل انه عمره مده الا للمدير العام والمرائب العام والمشيف العام والمتنائل العام على كل حال يا ابني ازي خير ضعت منك الشقة حنعوضها لك بحاجة تانية احسن منها مئة مرة ايه رأيك يا سيدي حديك حدة ارض تبنى عليها اللي انت عايزه فيه في السلوم في السلوم المستقبل كله هناك لا وايه الجامعية عامل متر هناك بخمسين كرش عايز نسكب بعيدة عبد القاهرة بربعمائة وخمسين كيلو ده تبقى تصيف فيها يا ابني اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما حصيف انت عاملت زي لما وزعت عينك اصطور تلع نصيبي متر ونص وديتهم للتنزي قلت يعملهم لأي حاجة عارف قال لي انفعوا ايه؟ ايه؟ بالظبط زي ما قال لي فاندي كده اعقل يا ابني ورجع الفلوس مستني كلامه كمي هتود نفسك في ده؟ يا سيد الله يشكرك الله يخليه تشكرين اولي يلا ونبي حاجم امور يلا وحاجة ابو خلصت يلا يلا قلب اي حاجة البيه الوكيل حيبقى اتصارة والبيه الوكيل عايز يتغد مع اولاده كمان يلا حاضر حاضر يا سيدي خده يا بخير حسنين خده في الحاجز حاضر يا فاندي ربنا يخنيه كشيخ زخرت وقربت زخري العدالة يلا حسنين يلا باي باي يا وكيل باي باي يا ابن باي باي يا اخوي يلا يلا ممشي قده ما تخافش امشي خال من غير يلا ندره قده ما امشي خد قذ من النيابة بتفتيش بيت المتهم وعمل تحرياتك يا سعيد حاضر انما انت مودين على فان مودين تشرب بالقهوا في الشارط يعني باشربها مصبوك يا دمك يا اخ ولك ايه ما تيجي مدى ما نروح هنزل مع الناس ايه نروح هنزل مع بطول ونخلص ده انت مزدهب يا حيوي لأ بقولك ايه ما تزوق اليش انا بقولك اهو انت واخد واحد سرق ربعمائة الف بنيا مش واخد واحد سرق جزء من الاخرى اللي انا شله جزء جنيهات انا بقولك واحد كريك نفسها طب تعالى خش يا دمك ده مرضو باي بزوق ازيكم يا اوباش يا سفلة بالقوم مش انتو سفلة بالقوم واندو واقواش دي قوضت رمضان ايه فتشوها ليه يا حضرت الزابط رمضان اختلص من راقبات الموظفية رمضان جولت قوي يا حضرت الزابط مش ممكن يميت يدو على حد تغيره باعترف مش ممكن انتو اكيد ضربتوه احنا مدرش حد معقول؟ مش معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول مش معقول مش ممكن مستحير رمضان يخطي نفسه يا ماما انا متأكدة ان المسألة فيها حاجة غلط يا ماما انا متأكدة ان المسألة فيها حاجة غلط يا ماما مش ممكن يعمل كده ابدا يا اختكفار فضاح والبوليس دخل بيتنا قال لي اقول لي يا جدا عندي انتو بتدولوا على كار 400 ألف جنيه 400 ألف جنيه 400 ألف جنيه بقى المساخمة على حينه ده يمشي 400 ألف جنيه اختلص يا اخويا اختلصوا ولا ما اختلصي المهم اني خادهم اه بانه الساهل السهتل ده يا ماما حرم عليك بقى مش حاجة أفادي احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجة هتوعوا تحت طريقة القانون وهجيبوا نفسوكوا الأذى احنا ما نعرفش حاجة خليكم بس كيف الحمار الحمار قال ده احضر لحمير يا اخوانا عد كده العطرة دي مش معهول هتبدأ مرمين كده لقد متخلصوا إبراءاتكم اسكت يا قدع انت اسكت وروحوا رعب مكانك وحيقى ابوك يا عسكري يروحوا لهم الاخر رمضان زهم القاعدة قلتلك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك يا قلع صلى عنابك ايه وانت بتقدر تعمل حاجة حقا عناي يا قاعدة اللي عازة فضلكم مكان لزاهر اخر ارجع مكانك فين انت رمضان علي ايه رمضان ايه اللي حطل يا رمضان بعدين هقولك كل حاجة ايه اللي جابك دلوقت انا جاي بالك لقمة تعيش يا علي تعيش هاتمينها الاكل يا عسكري انت بتتقمر قوي والنبي يا قوي تدي له الاكس حاضر يا ستي هو مسموح له باكل مدن بس امش انت روح انت عليه روحي وحطي بضني ببطيخة صيفي ازاي باكل يا رمضان يا ستي امش بقى ما تعدينيش في باهية الله امش بكانك يا جدع انت مش لما اتنويني الاكل الاول حاضر يا سيدي حاضر اتفضل يا سيدي مع السلامه انت حلويت وبيت ملفوفة كده مع السلامه انت محلوية كده ها ايوا يا سيدي اهو هاتي الاكل يا رمضان طيب يا سيدي اضغط انا يا سيدي اتفضل انت تعالى هنا انا بقول العسكري اه اه ده رمضان يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بدول انك كويس وصمعتك طيبة وانك ماشي دغري ما اديه اللي انا بقول ابي انا فعلا ماشي دغري عشان كده لما اختلاص تجدت لكم على بلاطة كده على طوب مش احسن ما كنت حلقت لكم الخزنة وتعود اتحقق اهم وسين ووجين وتقليب دماغكم لا يا بي لا ويمكن انكشف او ما انكشفش انا محبش الطرق دي انا اللي بتعمس كهرابايا والعوق بصجارة اختلاص واختلاص حقيقي وقوي وواضح وديتها معروفة من سبعة العشرة من سبعة العشرة ايه من سبعة العشرة سبين سجن كما هو المادة مية واثناشا الباب الرابع من قانون العقوبات يعاقب من اشغال الشقة المؤقتة كل مواصف او مستخدم عمومي يحتلص اموالا او اوراقا او امتعة سلمت اليه بسبب وظيفته وانت عرفت الحاجات دي كلها مني انا لا انا مو انتلكش قال ايه يا سيدي كنت انا اطالب في الحقوق بس لا اطالت دلوقت بس حفظ المادة مية واثناشا الباب الرابع من قانون العقوبات كواس او كواس او 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 بس يوم واحد سجن بفلوش الدنيا كلها يا رمضان طب وايه يعني ماني مسجون جوا نفسي وما فيش حاجة عارف حقا طب ما تأخذنيش انت لو مسجون جوا نفسك قال عمية مرة مما لو استجلت في سجون مصر كلها يلا بيه يلا خلصنا وحيات ابوه يلا بالقضية جاهزة وارحة وظلوم مداب ومعترف واحنا جاهزين احنا جاهزين اوى طب ليه عملت كده رمضان اصلاك البواعس يعني يا بيه هيا ده عايزة اسأل واحد تحت ايه ده ربعمية الف جنيه حسب تيه لقيت نفس عم المخرج على المعاش حقه ستلاف جنيه نقطة نقطة طب خليك انت مكاد تأخذ الحكاية البساطة اوي ماهو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي لان العمر مش بعذا وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هطبق علي لان الجريمة حاصلت في ظل القانون الاديم هاي منطق مش كده انت طلعت النا منين وشمعنا ما يعني نتفكركم من ايه ما الدنيا مليانة حرامي طب فكر وارجع في كلامك وانا هاحفظ المحفظ افكر في ايه يا ساعات البيت انا لو كان حصل عندي خمسين جنيه عكزة في الخزينة كانوا اعتبروا اختلاص زيهم زي الربعمية الف جنيه حيطبقوا المادة مئة واثناشة بابر ربع من قانون العقوبات جنيه زي الف يبقى انسرق تسرق اجامل الشيخة مالك انت ايه؟ على رأيي الوليه الارشانك هتتطروا يعني مفيش فايدة في اتمالك انت بتضيع وقت ساعاتك خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس وساعاتها اللي حطوا الابيض والاسود وهتتحبس برده وما؟ حياة فرص برده يا باشي طب انت هتخرج دلوقتي اخرج طبق فيه؟ هتخرج برده؟ هتروح ادنى هتدفع كفالة واتروح لغاية ما يتحدد لك جلسة طب انا ما عمش فلوس ادفع الكفالة ما عندكش فلوس واحد ربعونية الف جنيه وما عندكش فلوس لا ما هم دول لهم اوان تاني خالص ولا لعفريت الزور ايه على مكانهم دلوقتي لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تامي على رأيي محمد لطيف شوف تموتش الاهل والمحلة سيبك من الكلام ده تلوقتي يعني انت مش عايز تخرج بكفالة يا بي انا عايز القضاء تخلص قوام والحكم قوام قوام والسجن قوام قوام عايزين نخلص ايه اللي حي خربني ويدخلني على كل حالة نقدر اخرج لك من غير كفالة بضمان بطاعتك الشخصية ومحل سكنك او تلقيلك محان يدفع عنك والله هسعدت البشر مسألة لا محتاجة محالي ولا غيره القضون واضح والمدى معروفة ومحفوظ ان انا مفضح حاضرك هل تخربني خربني انكلك هدف تاني طيب هل تلقيلك بطاعتك الشخصية ما عايش بطاق وروني بقى هتعملوا ايه ولا هل تلقيلك حاضرك هلو لك في بطاق اهي اهي انكلك هدف تاني بس شفت الصورة بتاعت حلم طيب اتفضل الديهالوا وينه حاو الصورة صورة جميلة مت من ساعة ما كنت في العجادين ايه والله اتفاضل صحيحة سيدة اتفاضل مت خذي ايه والله خذت اسكار محافة مع السلام عليكم مش عاجلين ايه حاجة منبرر مع السلام عليكم ايه يا دا معين البيه الوكت هو اللي خرقني سيهو يا اسكار دا حاجة عاجل عمركش يشوف تعالر بيخرب دا بيبقى حاجة تقديلوا بيخرب بجفات بيضيحوا قديروا اتفاضل لا مش انت اني بقى المرارة سلام عليكم عايزكم ترقبوك وايس تفتكر سيدة كنوش عامل حسابه اكيد عامل حسابه طبعا لكن اهم اجراء ممكن نعرف ديه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس المهم عندنا دلوقتي الفلوس حاضر افن م거든요 موسيقى موسيقى بيديه موسيقى 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 هم رضينا حد يسكنوني يلا بشي بلا كالبلا كفر رمضان ماما يا ماما عيوة يا علي في ايه رمضان 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 حمدلله عزيزي ازايك يا علينا ليه عملت في نفسك كده يا رمضان ازايك يا رمضان خير عملت ايه خدوا منك الفلوس ام مين دول الحكومة ما يقدروش امال حصل ايه سابوني اللي غاتما حديدوا معدل الجلسة يخطي عليك اسمالي يا اخويا انت تعبال خدش يا حبيبي اهلاً وسهلاً خط معزيزة اتفضل يا اخويا اتفضل اوه يا حبيبي اتفضل اتفضل يا حبيبي اهلاً يا رب هدبي علي احملي شاي الخطيبة ولا اقولك احملي شاي البعض لا بلاش امال عايز ايه يا اخويا انا يجعان يعني الاثنين دقيقتين ما حضبلك الاب يخطي عليكو على جمالك اخطي عليكو انا اقولي يا اخويا همم همم هممه وهما صحيح كان اما اتنين مليون اه ؟ اتنين مليون ا?' همممii؟ ام مات كم يا عربة انتي مرة مفيش؟ الله مفيه امم ربعمية ألف ا…! كلها اعم هامي! هامي ازاي فقا فقا حلوين يا COOYA حلوين دمه يقدر عمارات واoublية تاكسيين ويجبه دوركي شاء نغنغة عما امي ما أخوي عملت لئك لما ساكلها يا فوق ربنا سخلك الشبابك علي يا صدقا إليك من خطيبك يا حبيبك ايو صدقا إليك مني لنضب الشباب هاه أها ها 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 بالك ها庭 حب��니 عملت كده ليه رمضان عشان نعيش امتا؟ كلها كمسان اكني سافرت قايبة لان عملت قرشين ورجعت بس دول بقى مش قرشين دول ربعمية الف جنيه اموال الدنيا كلها ما تسويش انك تعمل فيا وفي نفسك كده كفاينك هتبقى رد سجون يا ستي رد سجون رد حواري الناس مالهاشغر اللي قدامها سمت مش كنت الزعلان ان انا ما عنديش شهادة جامعية ادينا حاجتك الشهادة جامعية من جامعة ابو زعب اهي هايني ايهي here انا ما مبهزلش دولوقتي يا رمضان خلاص على العموم الكلام جيه متآخر يا علي مش متآخر ولا حاجة انت ممكن ترجعلهم فلوسك علي ده احنا ليبقى بنهزر بقى استعلي وانت تفاكران يعني لما هرجعلهم فلوسك هيحبوا على رأسي ويسيبوني ليه لا الجريمة وقعت خلاص كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي ثم أنا عايز أعرف بقى بصراحة أنت قلبك على يا ولا على نفسك تلاقيك خايف لغيب عنك وما تتجوزش بسرعة ما تخفيش طمني الناس بتوصل 45 سنة دلوقتي وما تتجوز بس بيمشوا يتكلموا نفسهم في الشوارع أنا ما بتكلمش على الجواز اللي بيني وبينك أكبر من الجواز أكبر قد إيه؟ كم كيلو يعني؟ خليكوا واقعية علي من يومين ثلاثة أمك ما كليش طيقاني الوقتي بتقول لي يا ضناي إيه؟ إحنا في زمن بتعطي الإنسان فلوسه 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 بس عليا اسأله جهائي جبتلك كوسة ورزة وفراح النمى إيه حتأكل صابت ورهم قوم يا كبد كبد ههه هي هاي بتتحك علي إيه أصلي بصراحة شكيت إنها كنت تكون اللي بلغت معيني كرة مش عهبة صاحبي والله حاش إيه دا واتحولك حمار احنا هنأكل علق عربها لأنت وهو اسمك يا علق بركات حصل لأشواء لسحبت البين و بعدين معك حد بركات بطاق مين فيوكو الأشوال دهواس حتى البيت وبعدين حاج ممكن تسقط حاج عشان أشوف شغلي شغلتك يا بركات بركوت نعم أخي صحابي هم اللي بقولوا لي كده صح صح بي أنا شوفت مرة واحد في الشام هم حالو يا بركات انت بقى الأسوال ها لا إيه مش ده دهوا بركات وبعدين ما عاك يا راجل انت متين عملك شفاين بص حال هم أهو انت الأسوال لا باشي أنا بكوتش في الفلوسة هاي لانت باو الفلوسية باشي اللي خدتوها من راجل ده ما تنفى يا راجل أنا أنا أول مرة أشوفه وين ومامسي دي الحالي عمر ما شوفته تسبت مين الحالي أمثبت العقل والدين يا رب انت قابني مش قابت مني عشر بواكلي بيدك اللي تستهل قطعها داي انت يا رجل ما تخلم ايه اللي متعببه ده لا ما اخذر سعدت البيت ما حاجة تخلي الواحد يخرب عن شعوره بقولك ايه لم نفسك شوية وعد ساكت فاهم يعني شوف حق بيضرع قدام عيني واقف اتفرق انت حتسكت ولا حبسك اه 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 بلعت بلغة في حنك وسكت اه يعني ما بيعتروش العربية محصدش و مش تعد احرف علي مسبق انو للحرام احلي يعني مفيش فايدة معاك يا رجل انت اه 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 الرجل ده بيتهمك انكم خدت منه عشر تلاف جنيه وبيعتوله عربيةitte yeah هاصل الي الكلام ده ولا لا دي منظر الناس معا عشر تلاف مليهئب يا باشة دهها مش احاتين ابيه انت صева بقيمة نعم يا باشة ردالبيه مش سبع واحد يا باشا حجان لا ساعة الباشا وما أمسي بالحالة وما لاتخذت في ايه باب يا باشا الله لا بيه تعطي وإدمان لكن ربنا طبع لأي منهم الحمد لله وانت بركوت يا ترى اتخذت بصفر ولا بخدر انا مليش سواب ودت فلوس الراجل ده فين يا ساعة الباشا احنا شقانين وانا بترقب عليا مصاريف يا دوب يفضل لساعتين في النهار باشتغل فيهم عاللوسطة تبا عشان نجي بحق اللقمة والدخان وده ده اختر مراقبة باشا سيانتك ممكن تتأكد من عجل الساعات الجارة بغضية في الاسم افضل الساعات خدمة امين يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السيارة ربنا نخليك لينا ساعة الباشا يا بيه تهتسبهم امسوا مفيش دليل بالدومة حاجا وكلامة امين كلامة مش دليل يعني ايه راحوا عليا لعشر مواكف عربية مسروقة ما قلنا لك مش مسروقة عربية ما الاجدوس ايه يعني اندحك عليا تقريبا والقانون لا يحمي المغفلين لا با لعش ولا كان اللي يضحك عليا ودين الامخار يا بيه اصطبعنا با اصطبعنا با اصطبعنا با لا ده ان الله اصطبعنا انا عايب معذور معذورة باشا يا عالله ماشا يا بيه كيش ايال تعبان ده بحرام كتير تحكو عليه لا لا اهد الله لا لا اهد الله خد لا لا اهد الله ده بحرام كتير والنبي تبه حلال ربنا اسطنع معاك يا شيخ بركات اكثر منهوري اخو بطاق يالا تقيني يا با شيخ ايه بتعبق ايه ايه بتعملي ايه سيبت اخلص على وش المصايب ده انت فتلت في نفوه جاد وانا عاد في ويه انا خلاص لالحكومة خدرتك بسبب يا كتش والله اي ما انا عاد بس يالا لديكت وش تسيبا زوكة تسيبا تسيبا يا راجل مغلدش بس اداني يا خوليو انا مكنش اعرف العربيا برا بدي مش مسروق انت مدفون يعني ايه؟ يعني دخل السينة متهربة والدفنة و بعدين تطلع اما لو طلعت قفص بشكل ها وعرفتها لوحدك يلا فينا بركاتنا على فينا صاحبي احنا مش كنا علقة احنا بقى لازم ناخد حقها تقول لي ايه؟ تمام يا صاحبي طرحوله لو دفع يقدر ما دخلك شر ما دفعشي تبرتصه الكمبيالات في البنك وتسحبه العربية وزا طلاند تضربوه بفهم؟ اللي دخلك هنا يا بركات برا برا طلعهم برا ايه الشغلة العزباجية ده؟ التفاقية البلد مفيهاش قانون؟ انا هبنغي البوليس ايه يا بركات كنت عاوزني في حاجة عايز حقي لا إله إلا الله هو كلام عيال ولا إيه؟ ما احنا اتفقنا؟ أول العربية ما تتسجل هيحصل العربية مش هتتسجل وانت اهدح لك انت الله شريكة يا جدع هو الرجل يشتروا عربية رجح في كلامه مرجعش العربية ما الهجده سيه؟ سقطت ايدي باشا ما انت عارف؟ انا ما قبلش ان حد يشكت في جميتك يلسع عقشي قوي كده لا يطقي لك عرب؟ انا بتكلم بركات انت داخلك ايه؟ هو مش قالك شريكه انت بتنسى بسرعة ليه؟ والنبي ما تزعى عن نفسك يا صاحبه بينسى؟ تعوجين ايه بسرعة؟ حق انا انت لك عندي شبعمة جنيه اجيباكم وقاليني عرض اكتافك لا اله الا الله عايز ايه تاني؟ حق ايه؟ نعم ما تنظفه ده انا كمال يا باشا انا كلميته قولها مرة واحدة عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك انا عايز حق العربية نعم عشال تلاب جنيه جنيه انطح جنيه هقاو اما تشوف حلمة ودنك ولي على صاحبه الله تغيرت سجايرك طول عمري بشرون ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده يا صباح محشي بس ينسي في قبل المؤثر تا تا انا اتموتوا معايا يلا ارابي خليها الموت الله العيشة بقت مرة لا أراني حاجة لا عايز ولا تاية بعين عايز ولا حاجة يعنى عايز حيشة كل ينموت احنا الكل طب طب بالوس كلها هيت طب كفاية بقى كيف هي عرضوك؟ آه يا أولادي الكل يلا خلوا أسم لا ده ما الناس حد الله ما بينه وما بينه ليه يا أولادي قالي الناس كان ناسها صاحبي معليش متاخذنيش يلا خلوا في نسك مصبوطة حاج؟ على داير مليم يعلم أنت الزعلان؟ ورحمة والدك ميتين أو صحيين ما في في نفس أي شيء صاف يا لمن؟ حليب يا أسر حليب يا أسر حليب يا أسر حالا نجيب الساعة 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 هي الحلاوة عشرة في الماء زي الحكومة ما بتقول وعلشان أنت بقى عصر هناخد خمستاشر الماء نعمل حمك ايه بتغلط فمي الهي مش عبت براجل كبير وتغلط فمي؟ يا رباح هنخليهم عشين في الماء ولو زويته هنخليهم عشين في الماء مش كده براكوتة؟ تماما صاحبي ما البركة؟ لعلين الأدب من كده الكسر اللي بتأكلهولي بتغيال أن الماء تطلع لها جب يا بحليلة بقى 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 بوزة بقى يا عزة حليب عبرة رحمة مالك يا براكوتة؟ مدال بالليل؟ الباشة حسن يا سيد منبي على كل صحاب العربيات ما هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ سي السيف ده الباشة يا صاحبي بح تعمل ايه؟ مش عاجة ما تشوف لك شغلانة تانية ما أعرف حاجة تانية غير السواء؟ ده أنا مولود في عربية حتى ما اللي فيها سوقنا مصد الليل؟ خليو، أنا مش مقصد العربية دي بتاع تنين بتاعتك العربية دي؟ اه، ليه؟ تبعيها؟ لا لا، ليه؟ أصامر رحت المرحوم جوزك؟ قال اللي ما شوفش من الغربالية باعمة وهي لو كانت متجوزة إيه اللي حيوقفه في وسط السوق؟ في شركينة فيها؟ انت بان عليك ساي دي خردة حتامل بها ايه؟ لمسة واحدة من ايدي خليها لك عروسة ليه؟ صحار؟ لا، دكتور ميكانيينة بس دي يلزمها شغل كتير الشغل علينا والسواء كمان علينا قلت ايه؟ قالت بخي يا جاريا كاني فيها سيدي نقرى الفتحة ايه؟ نقرى الفتحة نقرى الفتحة نقرى الفتحة ما اقتراش ليه؟ انت هتصلح وهو حيسوق وهي حتقبر طب انا بقى هعمل ايه؟ 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 ايدو الميتين جليلي شتابلو عربية مين دول دول سماصر للطريق والمتنجل اللي أخدهم دول الفردة يعني ليه أنا دفع حاجة من جيبي مية من مزارع ومية من معلم بلاسي كل حمول يأخذوا المبلغ ده كل عربية بطيقة عدي لازم تدفع لهم ولي ما يدفعش ما يوصلش على كده العالم دي تعمل لها تلتة أربع بواكف اليوم أرزاق صاحبي دول بيكسبك تم الدجار المخطرات وصع أخوال أندوسة يا بلاش ثلاثة ونص الواحدة أدي مية حباية شوال عبال الرجالة ما تفرغ نقلة تعالى العربية أجيب تم النقلة من معلم البلاش أرغب يا بلاش ثلاثة ونص أدي مية حباية أرغب لما تقع لنا البطيقة بثلاثة جنيه ونص هنبيع عديد زبون بكام إن شاء الله بمية انت دفع حاجة من جيب أبوك ده إحنا طمعانين في كرمك يا معلم ليه يا أخوة عدم المؤرزة فتح حشون اجتماعية ولا الوفاء والأمل يا روحان نحن عشبنا فيك يا معلم تنزل استعرش وعش أنكوا لعيش كل يا أخوة بس ما تحفش ده إحنا ما نصدق للأم اللي دفعناك لسبوبة تغسر ما تكتب شوف يا حبيبي عدم المؤرزة اللي ما معهوش ما يلزموش الكلام أخذوا عاطى معلم عدم المؤرزة عايزة إيه فريحنا في الساعة شوية معلم ماشي ألطا نعمل يا معلمي شيلي اليافطة دي ألطا وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحباة الكلام معلم الحباية بأربعة جنيه بالصالة عدنا ونشي المزي أربعة جنيه أربعة جنيه أنا بيس بقول لك من يمتين همولة العربية كانت بطي 있네 2000 و για 2004 و ب تماماً تلاف جلياً مش كده؟ تماماً صحباً باعب جيه أرضاً يلبيك باعب جيه أرضاً باعب جيه أرضاً ينصيبك كبطة وينصيبك كذوكا وينصيبك فروز دي مش حكدقسم لبقى إن شاء الله عن شي غال الحسابة الحسابة في إيه؟ في البطيخ بس ده مش كرمة زوكا بتفهم في الطب ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفة ولادة يا عم قلنا حنجيب منين الاسمال التروس اللي معنا بتاف دي ماكافيش غبناعلي جرجل وكرات ماكافيتش لبناخد بالتعصيد طب مين بلا حجمانا عند المزارحين اسم الحج ردوان يطلع مين الحج ردوان ده؟ أبويا أبويا ما كانش يتعز يا بنتي ما أنت عارف إن أنا مستيلي في عشر بواكي من البلاقسي بضمان المحصول وماقدرش أفرد صحبايا واحدة أنا عشامي في ربنا وفيك كبير يا حج أبو نعين ما علش؟ شوف يا غالي يا بنتي الغالي أنا حاطت حملتين على جنبي من ورا البلاقسي خد إيهم ربنا يخلك لينا يا أبا الحج أبويا بس دول مش كفايا يا حج ما علش يا بل حج أصلهم مش ركاتي وعش مانين فيك وبالهم بعد الغد نوم نمر على حبيبنا وجراني ونشوف عندهم حمولة ولا اتنين وأول مرة تفوتي على النعيم وعربي السد وأجهور أهم كانوا حبيب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي أيوة بس بصراحة حج الفلوس مع السرعة معانا شوية يا ريت يا بل حج تضمننا عندهم وأنا مستعدة يكتب لهم الكنبيالات إيقص عليكي مش إيه بنتي حج رضواء تشتبني في داري وتقولي الكلام دي ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي خمس ست ألاف جنيه لا يخلينا نكتب واصل ولا يخدرش واحد فايدة يلا يلا كش مع الحريب حضاري لنا لؤمن يا كله تشتبني لهم منذر؟ لنصى مصرد الطريق يعني ايه بق؟ ما تشغليش بالك براكاتها جاهز يا صاحب مع الموابط بصطالع النابي شاخلي معيش خليل ما تعطلناش يا بلدينا شاخلي الجيبة جيبة مخروض تباين عليك جديد في الخط جديد ولا قديم احنا حناز بو اسمع بلدينا هتدفع المعلوم هخليك تعدي هو انا هعد القناة لعشان هدفع تباين عليك غلباء ويكتير الكلام تباين عليك تباين عليك بالهداوة بس ومعلم تعال لبس عيس كام ميتين جنيه تعال لحدهم لك تعال معك شوالعة معاي خليك لو ما تقرأك بادعني عبتك فاهم؟ حاضر يا جوتش حاضر تباين عليك نعم نعم شوالة تباين عليك لقد احضر تابعني عمي لقد اضحكه هخوال يوجي اشتركوا في القناة 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 هرزوق ده اشتركوا في القناة 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 انا بوصلوا بيها ماشي كايم؟ السؤادة مان حيناي؟ لا انا مش نايم انا عنا بيدي الماشي ماشي؟ اشتركوا في القناة ازدقى الله حاسب يا خينة حاسب يا مجنون فقط حاسب يا خينة براكود ابو الصوراق ده بينه كمين مؤمن عقبي بترسلينا طب ازاي؟ هي كاميرا مرحباً 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة